اشتركوا في القناة ينتظر الفوز بجائزة ياشن بعد إنجاز المونديال ولقب الدول الأوروبي رفقة إشبيليا جماهير نادي بريست الفرنسية تواجم الدول المغربية للصرف حكيمي وكليان بابي يدافع عنه داخل وخارج الملعب بسبب قبلة المونديال للسيدات عقوبة صالمة ضد روبياليس كشف الدول المغربي أمين حاريتا لعب نادي أولمبيك مرسي الفرنسي عن قيامه بعملية زرع عبطة شخص متوفى وذلك بعد أن تعرض الدول المغربي جمزق في الرابط السلبي لركبته اليسرى مما أدى إلى غيابه عن ملاعب دسعة أشهر وأوضح حاريت مدى الصدمة التي شعر بها أنا داك في حواره مع الصحيفة لكيب الفرنسية بالقول لم أفهم حقا في البداية قال للطبيب سنقوم بإعطائك بعد الأربط المؤخودة من شخص متوفى وقمنا بتجميدها من قبل فبدأت أنظر إليه متشككا نحن نتحدث عن شخص ميت واستطرد اليوم ابتسمى لذلك لكن في ذلك الوقت تقول لنفسك أفضل أن أخذ جزءا من نفسي على أن أخذ شيئا من شخص ميت واختشم أمين حاريت تصريحه قائلا كل شيء يتم بشكل مثالي مثل عضو جديد كنت أمر فقط بما أنها كانت ساق اليسرى أن يكون لدي الشخص قدم يسرى جيدا ربما سأقع في شخص مثل ميسي لا أعرف اليوم ما أعطاني هذا الربط قبل عام واحد لم يكن حارس المرمى المغربية سينبونو ضمن المرشحين لأي من الجوائز الفردية على المستوى العالم أو القارة الأوروبية ومع الأداء الرائع لبونو في مونديالا ومساهمته في فصول منتخب بلاده إلى المربع الدهبي للبطول المرة الأولى في تاريخهما دخل بونو بقوة في المنافسة على أكثر من جائزة فردية منها جائزة أفضل حارس مرمى في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والتي وصل فيها بونو إلى قائمة نهائية للمرشحين ولكن إماروين مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني توجب الجائزة والآن يخذ بونو تحدي قوي على الجائزة جديدة الجائزة ياشين التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الريادية سنويا لأفضل حارس مرمى في العالم وتشهد عاصمة فرنسية باريس اليوم الاثنين النسخة الجديدة من حفل مجلة فرانس فوتبول لجوزع جوائزية السنوية لعام 2023 وكانت المجلة أعلنت قبل عدة أسابيع قائمة بأسماء المرشحين لمنافسة على الجائزة ويأمل المغربي ياسين بونو في تتواج مسيراته المميزة بالجائزة العريقة التي تحمل اسم أحد أبرز حراس المرمى في التاريخ وهو الروسي ليفيانشين وعلى الرغم من وجود عديد من الحراس مرمى المتميزين في أوروبا على مستوى العالم كانت إنجازات بونو داعما قويا وسببا في الوصول إلى قائمة المرشحين للفوز بالجائزة ولاعب بونو دورا بارزا ومحوريا في المنسير النجحة والتاريخية للمنتخب المغربي بمونديال 2022 ليصبح الفريق أول منتخب بفريقي وعربي يبلغ الدور قبل نهائي للمونديال على مدار التاريخ البطول العالمية وأشارت الفيفا إلى أن الصاحب الثاني والثلاثون عاما اتسم بالهدوء والتقى خلال مشاركة بمباريات المونديال وينافس حارث المغربية سينبونو على جائزة ياشنة تسعة حراس آخرين في القائمة التي أعلنها فرانس فوتبول ويأتي في مقدمة من حارث الأرجنتيني إيمانوين مارتينيز هاجمت جماهير نادي بريس الفرنسي لكرة القدم الدولي المغربية الشرف حكيمي الضهر الأيمن لفريق باريس سان جرمان خلال مواجهة التي فاز بها الفريق الباريسي بتلاش أهداف مقابل هدفين الأحد في الجولة العاشرة من الدولي الفرنسي وعرفت المواجهة ترديد جماهير بريس لشعارات تهاجم من خلالها النجم المغربية الشرف حكيمي وهو ما لم يتقبله كيليان بابي الذي سجل هدفا قاتلا في حدود دقيقة 89 واستغله في طريقة احتفال الدفاع الحكيمي بعد جل الهدف توجه كيليان بابي نحو الجماهير وقام بإشارة سنت في إشارة إلى أن هاتفتهم لم تكن كافية لإنقاذ فريقهم من الهزيمة وعقب المواجهة رد كيليان بابي عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي إكس على أحد الصحفيين الذين غرد لا ينبغي لقائد المنتخب الفرنسي أن يفعل ذلك وكان جواب كيليان ساخرا حسنا كان ينبغي علي أن أغني معهم عندما أهان زميلي في الفريق فرض الاتحاد دولي لكرة القدم الفيفا ليوم الاثنين عقوب صادمة ضد الويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد إسباني لكرة القدم جاء ذلك بسبب السلوك روبياليس في النهائل العالم للسيدات وحفل توزيع ميدالي الذي قبل فيه لاعب الدولي جيني هيرموسو وقالت الفيفا في بيان الرسمي قررت اللجنة التأذيبية التابعة للاتحاد الدولي منع روبياليس من القيام بأي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات على المستويين المحلي والدولي بسبب انتهاك المادة 13 من لائحة الفيفا التأذيبية وأضاف أخطار اللجنة التأذيبية بالفيفا قرار للسيد روبياليس الذي بموجب أحكام القانون التأذيبية للفيفا لديه عشرة أيام لطلب القرار بالأسباب الذي سيتم نشره على موقع الطالبة ذلك وتابع يمكن للسيد روبياليس الاستئناف هذا القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا ويؤكد انتزامه المطلق باحترام وحماية سلامة لجميع الأشخاص وضمان الاحترام القواعد الأساسية للسلوك المدنية شكرا على فصل المشاهدة لا تسرع الشراكة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر